بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الإمام الدار قطني للحافظ الحجة المجود أبي الحسن علي ابن عمر الدار قطني البغدادي منسوب إلى محلة دار القطن ببغداد والمتوفى سنة 85 و300 من الهجرة النبوية الشريفة والمدفون بجوار قبر سيدنا معروف الكرخي ببغداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدارين آمين وما زلنا في الكتاب الأول كتاب الطهارة الحديث الثاني عشر بعد الثلاثمائة المجلس الخامس عشر في هذا الكتاب قال حدثنا محمد بن القاسم ابن زكريا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مسهر بن عبد الملك ابن سلع عن أبيه عن عبد خير عن علي رضي الله عنه وكرم الله وعليه السلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببت أن أريكموه يبقى وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلس في أعضاء الوضوء حتى الرأس يسلس به وورد أيضا أنه كان يسلس في أعضاء الوضوء إلا الرأس يستوعبها ويعملها مرة واحدة فوردت هذه الروايات ووردت هذه الروايات أخذ الشافعية برواية التسليس حتى في الرأس وأخذ المالكية برواية عدم تسليس الرأس استيعابها كلها إيه يبدأ من النصية بإيديل اتنين كده يبقى إيده مبلولة يحط إيديه على النصية ويرجع ويقه ويجيبها قدام تاني عشان يمسح ظاهر الشعر وباطن الشعر صلى الله عليه وسلم يبقى لو ثلست في الرأس سنة ولو اكتفيت باستعاب الرأس مرة واحدة على إيدي الهيفية أيضا سنة نبوية شريفة واختيارات المزاهب كلهم يختار ما صح عنده الإمام مالك يختار ما يفعله أهل المدينة يشوف أهل المدينة في عصري كانوا بيعملوا إيه لأن دول اللي ويرسوا الصحابة وشافوا الصحابة فلا أن أغلبهم بإيه بيمسحوا رأسهم مرة واحدة ويستوعبوه فرجح رواية إيه عدم التسليس بناء على عمل أهل المدينة والإمام الشافعي إذا صح الخبر عنده أخذ به ولو خالف عمل أهل المدينة فلما صح عنده التسليس ومشي مع قعد التسليس باقي الأعضاء فقال أن الأفضل تسليس الرأس أيضا واضح؟ ما هو إيه إحنا هم نتكلم على السنة الفرد اختلفوا فيه عند الملكية فرد مسح الرأس مش ألوى مسحه برؤوسكم في الآية الباء هنا هل الباء للإلساق فخدوها إيه؟ يعني ملاسقين أيديكم برؤوسكم أخذ الملكية أن الباء هنا للإلساق تبقى لازق إيدك على شعرك وتمسح وتستوعب كله يبقى الباء للإلساق للملكية واستعاب الرأس كلها كويس؟ مرة واحدة فرد ورجعتك سنة واضح؟ ده رأي مين؟ الملكية الشفعية قالوا الباء وكذا الأحناف أن الباء للتبعيد يعني ببعض رؤوسكم يعني بجزء من رأس وليس كلها ده الفرد السنة استعاب الرأس فهم؟ لكن الفرد إيه؟ ببعض رؤوس يعني أن الباء للتبعيد واضح؟ فالشفعية قالوا أن بعض الرأس يطلقوا على أقل الجمع وأقل الجمع ثلاث شعرات تصور بقى؟ يعني لو جيت على ثلاث شعرات كده وبلتهم بس كده صحة وضوءك عند الشفعية بس عملت الفرد ما عملتش السنة فهم؟ بس لازم يكون الشعر الممسوح ملاسق لإيه؟ للرأس يعني ما يكونش واحد شعره طويل وللست لها طفيرة تروح مسحة طفيرة كده الميدال ديلا لازم يبقى إيه؟ ملاسق للرأس فالشفعية قالوا إيه؟ ثلاث شعرات يكفي للفريضة لأقل الإجزاء يعني والأحناف قالوا إيه؟ الباق هنا للتبعيد وبعض الشيء يكون إيه؟ ربعه فقالوا ربع الرأس وحددوها بأربع أصابع قدر أربع أصابع كده خدت بالك فهو خلاف مذهبي إيه؟ بناء على الباق هنا اتبقى إيه؟ وامسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم ولا ملاسقين لرؤوسكم فهمت؟ فالأمر إيه؟ من حيث اللغة لكن نيجي بعد كده سنة النبي كلهم متفقين عليها كل المزايا متفقين تستوعي بالرأس كلها واختيارات مختلفة هل التكرار مطلوب ولا يكفي مرة الملكية قالوا يكفي مرة على أساس عمل أهل المدينة كانوا بيعملوا كده أغلب أهل المدينة كانوا يمسحوا رأسهم مرة واحدة وخلاص واضح؟ والإمام الشفعي لما صح عنده التسليس في سائر الأعضاء ورواية التسليس أيضا في الرأس فقال الأفضل تسليس الرأس ما لم يكن هناك إيه؟ إسراف في الماء ما لم يضيق الوقت كمان يعني في الوقت دي هم بدأوا الصلاة خلاص تقعد أنت بقى تمسح لي رأسك ثلاثة بتاعت دي عليك الركعة فيم؟ يبقى إيه؟ إذا بدأوا في الصلاة وإنت عايز تدرك الإيه الفاتحة مع الإمام أو تكبيرت الإحرام يبقى ساعتها حتى ممكن تتودى مرة مرة وتؤدي الفريدة أو تعمل مرتين 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 على حسب بقى ضيق الوقت واضح؟ وحسب كمان كمية المية المتاحة يمكن المية اللي عندك قولة إيه لا فلو عملت ثلاثة مرات الأعضاء على ما توصل لرجلك ما تلاقيش مية فالأحسن أنك أنت إيه تراعي برضو هذه الأمور كلها وعن وبيه قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا شعيب بن محمد الحضرمي أبو محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الحضرمي قال حدثنا صالح بن عبد الجبار الحضرمي وعبد الحميد بن صبيح قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فغسل كفيه ثلاثا واستنثر ثلاثا ومضى ثلاثا طبعا استنصاره يعني بعد ما استنشق فيهما يقول واستنصاره يعني إيه استنصار يعني يخرج بنفس شديد إيه ما في أنفه يعني يخرج ما أدخله من ماء يبقى ما يقول واستنصاره يبقى اختصارا مش اقتصارا يعني معناه يستنشق ثم يستنسر والاستنشاق يكونوا باليمنى والاستنثار يكونوا باليسر فهمت؟ كل دي أداب تاخد بالك منها كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبدأ الوضوء بغسل اليدين لأنها الآلة اللي حينضف بها الأعضاء فلابد تبقى الآلة نظيفة فهمت؟ فلابد تبقى إيدك الأول نظيفة وبعدين كان زمان ما فيش الحنفية كان يغرف بإيده فلابد يبقى الآلة اللي حتغرب بها المية تبقى نظيفة حتى لا تقذر الماء فعلش كده بتغسل يدك ثلاثا خارج الإناء الأول بتغسل يدك ثلاثا خارج الإناء طبعا إيه بالحنفية الوقت ما تفرقش معاك لأن المية نزلها لطول احنا متكلم لما تبقى المية مقطوعة وحطن لك شوية مية كده في إناء وانت بتتوضى منه فلازم تغسل إيدك الأول خارج الإناء عشان تضمن نظفته وبعدين بعد كده عند الشفائية الوحيدين اللي قالوا كده ثم ينوي لاغتراف بيده في قلبه فقامت ينوي لاغتراف ليه بقى لأنه لو ما نواش الاغتراف بعد الغسلة يعني قبل ما يغسل إيده تبقى فيها الحدث مش كده برضو لو نوى الوضوء وما نواش الاغتراف ومد إيده كده زال الحدث عن اليد وبقى الماء اللي تحت مستعمل دي تفاصيل عند الشفائية بس ما حدش قالها غيرهم لكن بقيته العلماء مفيش مشكلة يعني ما تشوف الناس العوام بيغرف على طول ما يعرفش الحدث دي سيبوا برضو وضوء صعي عند الأحناف والملكية ما فيهاش مشكلة لكن الشفائية دققوا شوية لأن عندهم الماء المستعمل في الوضوء لا يصح في فرض الوضوء لا يصح استعمالوا مرة أخر لكن الإمام مالك قالك حتى لو جمعت المية من أعضائك بعد ما غسلتها طالما لم يتغير صفة من صفتها ولسه برضو طعمها ما تغيرش ولا لونها تغير ولا ريحتها تغيرت لك أن تتوضأ بها مرة تاني كمان ده رأي مين الملكية وهو وجه قول قديم عند الشفائي وهو قول قديم في مذهب الشفائي أخذ بالك لكن الإمام أبو حنيفة والإمام الشفائي قالك الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله مرة أخرى فهمت بقى إزاي يبقى ماء الغسلة الأولى إنما الغسلة التانية ممكن لأن الغسلة التانية جات على إيه على عضو مفوش حدث فهمت فعلشان كده قالك نية الاغتراف مخافة إيه لأن انت لو جيت غسلت الوجه مرة واحدة ومدت إيدك بنية الهدوء فرض الهدوء جاء وقت إيه الدور على الإيد فحيروح نازل الحدث من إيدك بالمية وإنت قاصل تغسل إيه وجه كرسلة المرة التانية والتالتة يبقى تركت ماء مستعمل فهمت يبقى نية الاغتراف الشفائية قالوا عليها إيه تبقى عند إيه بعد غسل الوجه الغسلة الأولى ده وقتها الحقيقي ليه لأن عندها الشفائية لا يرفع الحدث من اليد إلا بعد غسل الوجه لأن الترتيب عندهم ضروري فهمت يعني أنت لو نويت رفع الحدث من اليد وإنت لسه ما غسلتش وجهك ما يرتفعش ولو غسلت إيدك بمية النيل كلها شفت قد إيه ليه لأن علشان يترفع الحدث من اليد لابد يبقى تغسل الوجه قبلها عندهم كده الملكية قالوا لا الترتيب سنة ممكن يترفع الحدث بإيه بالأعضاء يعني ممكن نغسل رجلها الأول وأنه الوضوء وبعد نروح مسح راسي أعكس وبعد كده روح إيه غسل إيدي وبعد نغسل وجهي وجده وضوء صعي عند الملكية واخد بقى لأن الملكية قالوا الترتيب سنة وليس ركنا في الوضوء رأي الترتيب بين الأعضاء ده سنة واضح لكن الملكية قالوا أن المولاة هي الركن لازم يبقى كله وراء بعضه فهمت الشفعية عكسه قالوا المولاة سنة والترتيب فرد عكسه عن الملكية طب ليه الشفعية قالوا الترتيب ضروري قالك لأن الآية فيها ذكر مغسول مغسولات وقطعها بممسوح مش قالوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وبعدين دخل على المسح وامسحوا برؤسكم وبعد كده جاء الرجل قال إيه وأرجو لكم يعني فصل بين المغسولات بممسوح صحيح إن الواو في العطف لا تقتدي الترتيب عند اللغة الشفعي قالك دلالة الترتيب ليس من واو العطف بل للتغاير بين المغسولات والممسوح فصل بين المغسولات بممسوح يبقى لو كان المسألة الترتيب مش مراد كان جاب لك المغسولات كلها الأول وبعدين قال لك الممسوح فكون فصل المغسولات بممسوح في النص يبقى أراد الترتيب مرتبا قال لك يبقى السنة الترتيب المتاعته اللي هو أصلا فهمها غلط فهمت بأزهان فدي مشكلة واقعة في أزهان اللي ما درس الفقه المقارن و أدلة كل مذهب يقوم يتسع صدره و يتسع عقله و يستوعب الخلاب بين الأمة و يجد إن الناس اللي بتتودى كلها وضوعها صحيحة على مذهب من المذهب إنما التاني بيعتقد إن إيه إن الناس اللي تودت على مذهب غير مذهبه كل وضوعهم باطل فيسيق الظن بإيه بعبادات الناس فيورسه هذا إيه الكبر إنه هو بس اللي فاهم و غيره مش فاهم و صلاته اللي صحيح و غيره صلاته غطلة و هو و هو و هو و عايش تقول ناريول أنا 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 زي إبليس أنا خير منه فهمت بقى فياك تدرس الفقه بطريقة الأباليسة تدرسها بطريقة عشان كده في الأظهر الشريف يدرسوا لنا علم اسمه علم الفقه المقارن و النظر في الأدلة علم الفقه المقارن ده ما كانش بيدرس في بلاد ايه الوهابية لحد ما علماء الأظهر قعدوا سنوات يتحيلوا عليهم لحد ما أدخلوه من عشر سنين ولا خمستاشر سنة بس لكن ما كانوش بيدرسوا عشان كده كانوا بيطلعوا عقول متحجرة تيجي تسألهم يضيق عليك فهمت؟ فبيقول لك هنا سيدنا سيدنا عبد الله بن عمر بيقول قال رسول الله يسسا من توضع فغسل كفيه ثلاثا يبقى أغسل الأول الأداء اللي حتنضب به اللي هي الكفين واستنسر ثلاثا يعني استنشق مع الاستنسار واضح؟ ثلاثا ومضمضة ثلاثا جعل الاستنسار هنا قبل المضمضة في حين ان المضمضة قبل ماذا كده برضو؟ ليه لأن الواولة تقتدي ترتيبا عند لغة العرب فهمت؟ لكن الترتيب إنك بتتمضمض وتستنسر وإحنا قلنا ليه كيفيات عدة إنك بتاخد المية بكفك بتاخد جزء منه في فمك والباقي في أنفك كويس؟ بثلاث حفنات يعني المضمضة والاستنشاق تيتموا بثلاث حفنات بس حفنة تاخد جزء منه في فمك وجزء منه في أنفك وبعدين تمج في فمك وتستنسر البتاع وتعمل كده ثلاث مرات بأنت كده تمضمضت واستنسرت بثلاث حفنات واضح؟ دي طريقة فيه طريقة تانية إنك انت تتمضمض بستة حفنات تتمضمض واستنسر بستة حفنات الأول تتمضمض بحفنة وتمج وبعدين حفنة تانية مضمضة وتمج هذه ثلاث حفنات للمضمضة وبعد كده تاخد حفنة تانية للاستنساق وتستنسر ثلاثة يبقى ستة حفنات الطريقة دي عند الشفقية منصوص عليها إلا أنهم يقولوا أن الأرجح الطريقة الأولى لأنها توفر الماء فيها توفير للماء ومعلوم أن الشرع مقصول والتوفير وعدم الإسراف واضح؟ طبعاً أنت ما بتعلم ابنك الصغير اللي إيده صغيرة ابنك لسه صغير عنده سبع سنين بقى وبتعلمه إزاي يصلي بتعلمه بطريقة الستة حفنات عشان هو لسه عايل صغير فهمت؟ بعد كده لما بيجبر وكف إيده بيجبر بيتعلم بقى الطريقة التانية فهمت بقى؟ فيبقى الستة حفنات دي تناسب إيه؟ في فترة تعليم الناس في الأول علشان الأول يعرف يعمل العبادة بطريقة فيها نوع من الإتقان بعد كده لما يعتد العبادة يقدر يتقنها بماء قليل تهمت بقى؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المضمضة والاستنشاق والاستنثار مع أني مش مذكورين في الآية لأن السنة تعينك على أداء الفرد أنت الوقتي لما بتيجي تصلي وحتقرأ الإراية بتخرج من الفم ومن الأنف مش كده برضو؟ يبقى أداة القراءة وهو الفم والأنف لابد يبقى نظيف فكأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار تعينك أن يبقى قريتك كويس ما تقراش والتمزكون وإيه وفي أنفك في إفرازات وإلا الإراية حتطلع منك خمفة فهمت؟ وكذلك لو فمك مش نظيف لا يصح أنك أنت تقرأ القرآن وفمك في أسار طعام وبقايا طعام يبقى السنة أداءها يعينك على أداء الفريدة بطريقة أجمل وبالتالي لابد من مراعاة أداء فعل السنة لأن السنة تخلي عبادتك في صورة أكمل كبيرة فهمت؟ وإن كان مش مذكورة في إيه في الصورة إذا قمتوا لسا فاغسلوا وجوهك ما قالش الإيه تمضمن ولا استنسل ولا فهمت بقى لأن تركت الآيات بيان المضوء بكماله للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فجاء النبي بيان بقى إزاي ننفذ آية الوضوء إزاي صح من جميع الوجوه فما تاخدهش من الآية الوحدة تاخدها بقى إيه من الآية مع فعل النبي صلى الله وسلم ومن هنا تاخد الكمال كله والآية ما قالتش الوضوء والاستنسار المضمرة والاستنسار والاستنشاق عشان قالت أنه مش ضروري يعني معناه لو الماء قليل قوي ممكن تبدأ بغسل وجهك علشان تستوع بالمية بدلا ما تتيمم وفي مية قليلة فهمت يبقى الآية مفيدة في بعض المواضع إنك أنت لو الماء قل جدا عندك يدوب كباية مية قد كده والمية مقطوعة زي ما الكهرباء مقطوعة كده واخد بالك وإنت في مكان بعيد عن المية وعايز تصلي وهي كباية قد كده لما تبقى أنت فقيه تعرف تتوضى بيها وما تحتاجش تتيمم لكن إذا وإنت مش فقيه هتمسك الكباية دي تتمضمت ثلاث مرات خلصة واخد بالك تستنشق بيها ثلاث مرات خلصة لكن إيه الفقيه يعمل إيه يروح مسكة على طول كابب شوية وغسل وجهه مرة واحدة وعن نقطة يمسح بيها درجة أنه ورد عن النبي سيصور أنه كان يتوضى إذا قل الماء وضوء لا ينزل ماء على الأرض شوف قد إيه من كتر ما إيه يستعمل على قد اللي بيجري على عضاءه يميل وكده بحيث ما يتمقطش نقطة تحت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لأن إحنا ممكن تمر عليك أحوال كتيرة أنت حتصلي كل يوم طول عمرك طول عمرك حتصلي كل يوم سواء مسافر مقيم في مكان في مية كتير في مكان ما فيش مية فبيعلمك إزاي تعبد ربك في كل حال عبادة صحيحة وإنه مزية الفقير إن الفقير ما بيجي يعبد ربه بيعبد ربه بطريقة كاملة على قدر الحالة اللي هو فيها فإن تبقى يبقى من توضعه فغسل كفيه ثلاثا واستنثر ثلاثا ومضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا هنا ذكر التسليس أو في الرأس وغسل رجليه ثلاثا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدوه ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بينه وبين الوضوءين ودي بقى إيه يعني سهل أو إن كنت تتوضى وتقول الشاهدين وكل المسلمين بيعرفوا المسلم تملح حتى اللي مرحش الأثر ولا جاء المجالس دي ليه لأن شاف أبو بيعمل كده وجده بيعمل كده وجده تهمت إزاي فهو خلاص يخلص الوضوء ويقفل حنافية ولك أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنه دي إيه بقى زود بقى عليها تقول إيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزود عليها كمان تقول ختم المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويفضل أنك تقول الدعاة ده وإنت إيه متوجه للقبلة وتتوضى وإنت متوجه للقبلة يعني أنا دخلت المسجد وعندي الميضة داير ين داير كده هختار أني حنافية أختار الحنافية اللي تخليني متوجه للقبلة تقيمت بقى يبقى ما تتوضى وإنت متوجه للقبلة أفضل واضح؟ علشان مجرد ما تنتهي من دعاة كتبقى متوجه للقبلة وتقول لأن القبلة إيه جهة مكرمة للدعاة في إمت؟ وعنه بيه قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيا بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج في نفر من أصحابه حتى جلس على المقاعد المكان اللي هو كان بيقابل فيه الناس إيه بيسموه المقاعد أيام خلفته كان عامل مكان كده أعدى سموه المقاعد سيدنا علي في الكوفة عمل له برضو مكان يقابل فيه الناس اسمه الرحبة كان يقابل فيه الناس فيها كويس؟ فسيدنا عثمان جاء في المقاعد دي أمام الناس شايفينه حب يتوضى قدامه معشان يعلمه موضوع النبي عمليا تفهمت بقى؟ فدعى بوضوع فغسل يدي ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجوثة يستنشق مقالش واستنسر آه على أساس إيه؟ يستنشق واستنسر على سبيل إيه ذكر أحدهما إيه؟ الارتباط بالآخر زي ما يقول برده تقيكم إيه؟ سربيلة تقيكم الحرة وسربيلة تقيكم بأساكم طب والبرد ده أنا في البرد بحتاج لبس أكتا ما جابش سبت البرد يعني تقيكم الحرة والبرد تهمت إزاي؟ فدي لغة العرب كده يعني ما يبقى شيئين متلازمان يذكر واحد ويقصر هما الاثنين مع بعض تهمت بقى؟ من باب الاختصار وتمض مض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعي ثلاثا ومسح برأسيه مرة واحدة اهيه شفت بقى؟ لما توضى سيدنا عثمان وقال له منقى وضوء زي وضوء الرسول السلام يبقى الرسول السلام عمل كده مرة وثلث في الرأس مرة حتى يبين ان هذا سنة وهذا سنة واضح؟ ومسح برأسيه مرة واحدة وغسل رجلي ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كنت على وضوء يعني انا توضيت ليكم وانا على وضوء ولكن احببتوا ان اريكم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو توضى بنية ان يعلمهم مع انهم توضي يبقى واجب على الامام انه هو زي ما يعلم الناس بالقول يعلم الناس بالفعل برأسيه فهمت بقى؟ وتعلموا الطريقة دي من الحبيب صلى الله عليه وسلم لان النبي كان يعلمهم بقوله وبفعله وبحركاته وبسكناته يعني مجرد انك تلاحظ النبي في كل احواله بتتعلم صمته حتى يعلمك وكلامه يعلمك وحركته تعلمك وسكونه يعلمك فهمت؟ وعنه بيه قال حدثنا محمد ابن جعفر المطيري قال حدثنا علي ابن حرب قال حدثنا زيد ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين يبقى تتوضأ مرتين مرتين اذا قل الماء او دق الوقت واضح؟ انا الوقتي العصر بيدن اربعة ونص وخمسة بالتوقيت بتاعنا الصيفي ده ها قد تبقى لك مثلا وانا ما صليتش الظهر والساعة بيت اربعة ونص اللي خمسة يعني فهذا العشر دقايق والعصر حيدن وانا لسه حدخل الحمام اتوضأ في الحالة دي اعمل ايه اتوضأ ياما مرة مرة ياما اتوضأ مرتين مرتين عشان ادرك بس ولو ركع قبل ما ازان العصر از لان دق الوقت فهمت؟ اذا دق الوقت او قل الماء او لادراك الجماعة شوف تلات اسباب تخليك تقلل عن التسليس اذا قل الماء او دق الوقت او لادراك الجماعة واضح؟ دي الاحوال دي التلاتة هي اللي تخليك ايه؟ تقلل عن التلات مرات وعلى حسب بقى ديق الوقت شديد اوي اعملها مرة مرة ديق الوقت متوسط اخليها مرتين مرتين الوقت يتسع خلقها تلاتة تلاتة فهمت بها المسألة وعنه بي قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد بن كامل إملاء قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وعنه بي قال حدثنا القاسم تابعنا بتعرف الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء يؤتى صاحب أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوءي ووضوء النبيين قبلي يبقى عبادة الوضوء دي كانت متعبت بها الأنبياء دون أممهم في الأمم السابقة يعني الأمم السابقة النبي عشان يصلي يتوضى وأتباعه بس يصلي مش مهم يتوضى وخلاص وبالرغم من كده برضو أسره في الصلاة فجاء الله إكراما لهذه الأمة تعبدنا بعبادة الأنبياء فبقى إنا نتوضى زي ما الأنبياء كانت تتوضى وبعدين فرض علينا خمس صلاوات ونتوضى وما أسرناش والأمم السابقة فرض عليهم الصلاة مرئتين بس ومن غير وضوء وأسروا فيه عشان تعرف بس إيه كنتم خير أمة النخرجة للناس تعرف فضيلة دي الأمة على سائر الأمم في إمت؟ وعن أبي قال حدثنا القاسم ابن إسماعيل أبو عبيد قال حدثنا علي بن سهل ابن المغيرة قال حدثنا معمل ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع قال أخبرني أبي محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي رافع قال أو ده حديث ماشي إسناده في أسرة واحدة الجد للابن للحفيد بينقلوها عن بعض كده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع وضوءه للصلاة حرك خاتمه في إصبعه لو أنت لبس خاتم مش لازم تقلعه بس يكفيك تحريكه علشان إيه علشان يدخل المية تحته طيب لو الخاتم واسع أصلا مش مهم تحريكه طيب لو ديق وعريض واجب تحريكه طيب واسع واخد بالك إزاي ومش ديق يسن تحريكه في إمت بقى إزاي يبقى متى يجب تحريكه لو ديق وماسك فحيحجب المية عن تحته يبقى هنا واجب تحركه واضح طيب إمتى يسن تحريكه لو هو أصلا المية بتخش من تحته من غير ما حركه يبقى هنا يسن تحريكه احتياطا لكن لا يجب تحريكه واضح؟ وانه بيقال يعني كأن النبي بيقول لك ممكن ما تقلعش الخاتم بتاعك عشان تتوضى لإني يا ما ضع مني خواتم بسبب إن أنا كنت أقلع على ما تودى ويا ما ضع مني ساعات عشان كنت بقى لها قدامي وتودى وانسيبه وامشي فهمت إزاي؟ فتاخد بالك من الحكاية دي إن الشرع الشريب بيكلفك بأشياء عشان يحفظ على مالية ما تملك بل لما تضيع منك وعنوبي قال قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة مولى أم سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغسله الصاع المد اللي هو حوالي لتر إلا ربع أدي المد لتر إلا ربع أنا أجيب لكم مرة مد النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم أنا وريتهم للناس مد النبي في مسجد الأشرار لكن أنت كيل عندك لتر إلا ربع كده تقريبا وحطه كده إيه في إناء عندك لتر إلا ربع وحاول تتوضى به من غير الحنفية تتعود الأول على وضوء النبي يعني اعمل الحكاية دي مثلا شهر كده لحد ما تتعود أنك أنت ما تسرفش في الماء ويغتسل بإيه بالصاع الصاع يعني أربعة أمدد يعني تلاتة لتر غسل النبي كان هيغتسل بتلاتة لتر وإنت بتغتسل إيه بمية النيل دششش والجيران يقولولك إيه إيه الدوشة اللي أمدك ده وكل ده علشان إيه ساعة تلبي بيغتسل فتح الحنفية من الساعة 11 لحد إيه الساعة 12 كده حرام عليك اللي بتعمله ده وإحنا بقينا في الزمن الوقت المية بقت شحيحة فلازم الواحد ياخد باله يبقى النبي ساعة كان يغضئه الصاع يغضئه المد ويغسله إيه الصاع المد لتر اللي ربع والصاع أربعة أمدد يعني كما يعني تلاتة لتر جرب كده حط تلاتة لتر في حلة كده واغتسل بهم وريني شطرتك حتكفيك لو أنت قصدت فهمت إزاي؟ هتلاقيك كفتك لكن أنت بمشكلة إن الحنفيات بقت إيه؟ تعلم الناس الإسراف شوي ده ساعات يفتح الحنفية وسايبها وقاعد يتليف بعيد عنها كده قاعد يتليف وينبسط ويجيب مش عارف إيه ويحلق دقنه وكل الحنفية شغل يا أم يقف الحنفية طب وقعد نبقى يعمل الشغلانات دي يعني لازم نراعي الحاجات دي يا جماعة ضروري والله عشان ما تبقاش بتعمل عبادة مكرونة بمحرم لأن الإسراف حرام فإزاي أنت بتعبد ربنا وبترديه وتعمل حرام معها ويهو الإسراف فهمت بقى إزاي؟ خلي العبادة كده خالصة مش مصاحبة ليها حاجة تحرمها فهمت بقى؟ وعنوبي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بنحو المد ويغتسل بنحو الصاع وعنوبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وعلي بن الحسين السواق قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي قال حدثنا عبدو بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث وعنوبي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيو عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفترة وإحنا عندنا دينة دين الفترة فقال لك إن عشرة من الفترة الفترة يعني إيه يعني الإنسان سليم الطبع يحب يعمل كده توافق الطبع السليم فهمت العشرة دول قصه الشارب يبقى يقص شاربه عشان ما يجيش يشرب كده يشرب معاه يبقى بيشرب تشوف الشارب بتاعه وتعرف هو كان النهار كان فول ولا طعمية ولا ما ينفعش كده يبقى قص الشارب من باب النظافة والنزاهة عشان إيه ما يشربش معاك ولا يأكل معاك ولا إيه يعني يخزرك يبقى قصه الشارب وإعفاء اللحية يعني ترك اللحية بحيث إنها لا تزيد عن قبضة وأخذ بالك والسواك لأن السواك بينظف الأسنان فيخلي رائحة الفم نظيفة وإيه ولا يوجد بقايا طعام تقوم إيه تعتقد إيه تلعب بلسانك كده وإنت بتصلي وتبلع رزاية وكلها من مبارح كان بين سنانك وحتة لحمة كان بين دروسك وقاعد إنت تشغل بلسانك جوه الصلاة وتبلع ما ينفعش لو بلعت بطلت صلاتك لأن لا يا جوز إنك إنت تأكل أثناء الصلاة يبقى لو خرجت حاجة من بين سنانك تطلعها بترفل سانك على شفتك وتأخدها كده مش تبلعها وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء كل دي نضافة نضافة الشجرة رأي المسلمين نضافة وريحتهم مش كريهة يعني أنا رحت باريس وأوروبا لما تركب المواصلات العامة الزحمة ما تقش رحتهم بخلاف إحنا هنا بنركب لأتوفزات الزحمة وامرنا ما كنا نحس بإن فيه رحوشة لأن إحنا مسلمين مغتسلين متوضيين نضاف هناك ممكن الواحد منهم يغتسل مرة في الأسبوع ولا يستنجي لما يدخل دورة الماء فعلش كده شكلهم من بعيد حلو تقرب لهم ما تسمح ملش فيهمت إزاي؟ لكن المسلمين حاجة تانية علمنا الناس النضافة فيهمت؟ وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأصفار ما تخليش أصفارك زي المخالب كده أنت مش شغال أسد ولا قطة ولا نمر يعني أنت إنسان يجي واحد يسلم عليك تبص لقي جرحته في كف إيده ما ينفعش كده واحد يربيله برده الضفر بتاع ده علشان يشغله مفك مفيش داعي برده واخده لك فقصه أحسن علشان ما تعورش النفس ده أنت ممكن وإنت نايم تعور نفسك يعني تيجي مسلا تعمل كده ولا بتاع وإنت نايم علشان مسلا أي حاجة وقف على وشك تلاقي نفسك جرحت نفسك يبقى إيه تقص الأزافر ده شيء مهم وتعلم أولادك على هذا وقصه الأزفار وغصه البراجم البراجم اللي هي إيه الأماكر اللي هي فيها تجعيد زي إيه بين الأصابع كده تلاقي إيه فيها تجعيد بيتحبس إيه القذورات فيها فلازم إيه كمان تتأكد إن الحتة دي كلها التجعيد دي كلها ما فياش أي حاجة وبين الصوابع بين صوابع رجليك تحت القبط كل الحاجات اللي هي إيه ممكن إيه تستخبى فيها إيه الفضائل والناس التخان برضو تلاقي بطنه كده طابقة فوق طابقة فوق طابقة لازم يجيب واحد يشل له طابقة طابقة وينضف له تحتك يعني يوظفه عنده وكي أم يخسه ويستريح كل دي عوامل مهمة جدا عشان المسلم يبقى ريحته نظيفة وما يبقاش إيه متأذي حتى من نفسه بيهمت يبقى وغسلوا البراجم ونتفوا الإبت لأن نتفوا الإبت أو حلاقة الإبت إيه بتقلل العرق والرائحة اللي موجودة في الإبت وحلقوا العانة ونفس الحكاية العانة حلقها بيمنع وجود حتى حشرات في العانة ده فيه ساعات تتلاقي فيه أمل في العانة بتحصل واخد بالك وفي نفس الوقت برضو بتعمل ساعات التهابات جلدية في المنطقة دي بسبب العرق المتفون تحت إيه الشعر ده فكل دي نظافة حلقه العانة وانتقاس الماء انتقاس الماء يعني إنك أنت إيه بعد ما تخلص الوضوء والحاجات دي ترش شوية على أعضائك كده وعلى هدومك علشان تمشي تبرد نفسك واخد بالك قال زكريا قال مصعب ونسيته العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه خارجته عن زكريا وقال وانتقاس الماء يعني الاستنجاء بالماء وفيه طبعا روايات تانية في صعيم مسلم والختان الختان معروف إنه هو من خصال الفترة أيضا وعنه بيه قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلما عبد الله بن الحارس بن جز الزبيدي وزبيد دي موجودة فين في اليمن باين مش كده يبقى الزبيدي من زبيد اللي هي اليمن مش كده بره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار لأن الواحد ساعة يرش المية كده على رجله وما يدعكش كويس فتلاقي العقبة الأخير ده باين عليه كده علامة أنه ما مستتوش النار المية فالنبي قال ويله للأعقاب بالنار وساعات يخسر رجله رفن السيطرة